أيضاً حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ينزل على صفحته النهاردة دلوقتي حالاً الحقيقة تهنئة للشعب المصري من خلال طبعاً صفحته الرسمية على الفيسبوك هنقول لحضراتكم حالاً ماذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري في ذكرى انتصار 6 أكتوبر الحقيقة 6 أكتوبر زي ما حضراتكم عارفين حاجة يعني كلنا كلنا كمصري احنا 76 أنا مقولوا سنة 76 بعد نهاية حرب أكتوبر ب3 سنين ولكن الواحد بيقعد يسمع بقى بابا قال ايه بيحكي عن الحرب دي ازاي وحصل فيها ايه وقدي ايه المصريين كانوا عظماء في هذه الحرب قدي ايه الجيش المصري كان قادر ان هو يعني يخلينا نعدي خط برليف بمنتهى السهولة وحضرتك كنت قاعد في البيت معرفش بقى كان في تلفزيون ساعتها كنا قاعدين بنتفرج او كنا بنسمع في الراديو للناس اللي كانت عايشة في ذكرى حرب أكتوبر حالا كنت بسمع من والدي دايماً كان يقول لي هذا الكلام كان يقول لي اليوم دا كان يوم عظيم ويوم كبير جداً 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 وسيظل دائماً هذا اليوم هو فخر وفرحة لكل المصريين ونتمنى يعني ان احنا دايماً تظل مصر في افراح وفي سعادة دائمة خلينا نشوف ماذا قال السيد الرئيس في الذكرى التمانية واربعين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية في فيسبوك قال في الذكرى الثامنة والاربعين لنصر اكتوبر العظيم اتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي اعادت الى الامة كلها الثقة بنفسها واثبتت في ذلك النصر قدرة المصريين على انجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل تم تنفيذه بدقة في الاعداد والتخطيط وبسالة في الاداء تجسد اسم المعاني في حب ابناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعاً عن ترابه تحية لشهداءنا الابرار ولجيل اكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل انوار السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الابطال وعزيمة الرجال حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وارضها من كل سوق وشر دي كانت تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاحة السيسي للشعب المصري من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك اشتركوا في القناة